التنويم الإحاقي هو قسم يعني علم من أقسام الطب النفسي النهاردة هنتعرف عليه نشوف ممكن يعالج أي حالات أي أمراض وعلشان نتكلم في الموضوع ده معانا الدكتور زهير أهلاً وسهلاً بحضرتك يعني معانا في النهاردة زهير المشاركة أهلاً وسهلاً بحضرتك ومش هنتكلم بس هنتبق بنفس الوقت لأن معانا كمان مادام رندا فوزي أهلاً وسهلاً بحضرتك مادام رندا عندك خبية خوف شديد جداً من الأماكن المرتفعة فهتكلمين عن المشكلة دي دكتور زهير قبل ما نبتدي عايزين نعرف إيه هو التنويم الإحاقي طبعاً كانوا بيستخدموا المصريين القدمة والغرغيين كمان يعني كان موجود وكنا نسينا شوية وهو الدكتور فرونس ميسمير السويسري اللي ذكرنا بي عادوة تاني وفي أطباء كتير استخدموه والنهاردة زي ما حضرتك قلت أستاذ باسم يستخدم في الطب في العصر الحديث بتاعنا هو في الحقيقة لو بدينا كده في البداية هنقول hypnosis هي كلمة لاتينية بمعنى النوم في الإغريق فهي النوم hypnosis معناها النوم زي ما اتفضلتي أنت فرويد استخدموا سيميرز استخدموا كانوا خايفين منه في البداية لكن رجع مرة تانية احنا بنتكلم عن إيش بنتكلم عن التنويم إيحاي وهو نفسه التنويم المغناطيسي لا يسه هناك فرق اختلاف في المسميات احنا زي ما احنا عارفين عندنا العقل يتكون من جزئين العقل الحاضر والعقل الباطل انت بتسمعيني بالعقل الحاضر وبناخذ المعلومة بنسجلها فين في العقل الباطل احنا لو خدناها بالطريقة هذه عندنا العقلين العقل الحاضر والعقل الباطل احنا نقول عليه الواعي واللاواعي والشعور واللاشعور الاثنين شغلين بالطريقة هذه في العقل عشان جماعة الكمبيوتر الشباب هنا يفهمونا اكثر هنقول الوبراتنج سيستم نظام التشغيل والهارد ديسك القرص الصن حروا الكلام؟ احنا بنساوي ونقول ايش تنويم ايحاقي انا راح ننوم العقل الحاضر ونوحي للعقل الباطن عايزين نشوف ايه الحالات اللي حضرتك بتعليقها يعني معانا مادام راندا مادام راندا بتشتغل ويه بحكم شغلها او حياتها اليومية مضطرة تسافر او الاماكن المرتفعة بتخليها تبقى بتضيقها بتتعبها مش بس نفسيا لا جسديا بتشعري باي مادام راندا كان عندي اجتماع في ابراج الامارات الدوري 63 وريني ايدك لسه الغايد دلوقتي تترعش كانت عرقانة وخيفة مرعوبة وقبل ما بدخل الاسنسير والله رجل قدام وورا خيفة بس بتحامى فيهم وحاول اظهر نفسي ان اوكي بس مقدر يعني صادفتش تقريبا اكدر اقول مواقف محرجة كثير كثير بس مضطرة مضطرة وفين وفين بقى عشان ارجع لحالتي الطبيعية واعرف اتعامل يعني صعب صعب يعني اذا مثلا شركات بطوابق منخفضة مثلا الحل والله برجو مجري جاري بروح بس دي اعاقة في حياتها اليومية هذا ما يسمى بالفوبيا من الارتفاعات الفوبيا وفهايت بتحول تعاليبها ازاي بتروح تكتشف في العقل الباطن هي الان اشتكت الان عندها الكمبليين بتاعها موجود عندها رغبة عندها رغبة تقولك انا بخاف من كده انا بعاط من كذا فنشتغل على هذا ازاي 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 ما قلنا بطريقة التنويم اليحاي نستخدم نعمل الريلاكسيشن احنا عندنا الريلاكسيشن الاسترخاء الاسترخاء الجسدي والاسترخاء الذهني فاول حاجة اعمل اروح اعمل استرخاء جسدي بعد كده استرخاء ذهني بعد كده اتكلم مع العقل الباطن القرص الصلب استجل ونغير المفهومة عندي كنتي مثلا العقدة اللي بنسميها العقدة النفسية العقدة من الزمن انا اخاف من استباحة بس ما عرف ليش اخاف من الاني اوقف اتكلم امام الناس بس ما عرف ليش هذا العقدة مادام رنده حضرتك عندك عقدة من منزو الطفولة يمني حصل ايه يعني وانا كان عندي تقريبا خمس سنين كنت مستحيل ادخل البلكونة لواحد اي وعيد دخولي البلكونة كانت على حيئة كونات السويس مباشرة فازاي انا اقف البلكونة وابص على البحر يمكن البلكونة توقعني دايما يقولولي اوعي تدخلي اجي لنص البلكونة وما بقدر اكمل لنهاية البلكونة نهائيا لحد الآن ولادي بيقفوا عادي فما بحاولش اوصل لهم المشكلة بتاعتي انك حاسف ان هم خوفوك فانتي ايه اقولولي ماما تعالي ما تخافيش ما اقدرش مستحيل طفلة عندها خمس سنين اهلا خايفين عليها ولا ما تجربيش ناحية البلكونة ممكن توقع بس خوف انت ممكن ان تتخصص في اي مجال طبي يعني ليش رحت هل هناك حاجة في المجتمع للتنويم اليحاية تذكر الطريقة القديمة في العلاج النفسي كان الدكتور بيجلس والمريض بينام على الشنزلزول اللي هي النص كنبة هذي كده وبيجلس معاه بستة شهور وبيحاول يمسك طرف الخيف ويرجع بتاخذ موضوع ستة شهور في حاجة تانية كانوا بيسموها بياخد بيدي له ابرة يسموها الأبري اكشن اللي بتخليه مايل كده كأنه خارج من غرفة العمليات تتخيل الكلام هذي ممكن شفته في التلفزيون وتسمع عنه العملية كانت تاخد ستة شهور وأكثر عشان توصل إلى الخيط وتعرف ايش هي العقدة وتفك العقدة وفتحها فيما لو وصلت يعني ممكن كمان فيما لو وصلت الآن من طريقة القوة التنويم الإيحاية شوف انا مساهلة هي وهي سهلة بالضعية طريقة انت النوم العقل الحاضر خشها على العقل الباطن اذا عرفت العلية سهلة كيف المجتمعات العربية تتوقع في انتشار للتنويم الإيحاية؟ بالله لما تخرجت انا عام تسعة وتسعين الف سمية سعين كنت انا العربي الوحيد اللي اخد شهادة في الدكتوراه في التنويم الإيحاية وتقدر تقول واجهتني مشاكل كثيرة وصعبات كثيرة منها انه الشعب اللي حواليك ما فيه ثقافة التنويم الإيحاية كله اللي شفناه في التلفزيون اللي تكلم عنه التلفزيون كانت دعاية سيئة لكن الحمد لله في خلال برامج زي كده نشرنا التنويم الإيحاية وصار عندي موقع جميل في اليوتيوب وفيه حلقات عن التنويم الإيحاية وشرحت فيه التنويم الإيحاية فصار فيه تقبل كثير وحسا اصبح عندي مركز للعلاج من وراه للتنويم الإيحاية للتنويم الإيحاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتقبل كثير من الوقت في البداية نحتاج إلى كرسي زي هذا عشان تاخوض راحتها وعاملية الاسترخاء التام اللي قلنا عليها فإذا ممكن تستلقي كده تريحي جميل جدا جميل جدا جميل جدا إذا سمحتوني شوية هدوء عشان نقدر تحس بالراحة وتسمعوني كويس كمان برضو شوية هدوء الآن أنا بقول لها إيش تسترخي تماما تماما بغاها هي هيلة هيلة هتشتغل معايا أنا ما هتشتغل أنا هتكلم وهي ليه هتنفس كل حاجة جميل جاهزين بسم الله الرحمن الرحيم قلبي متى جاهزة احنا في الدور الأول فكر معي اخد نفس هاه هناخد نفس ضيحي جمييل متى تكوني جاهزة اعطيني خبر اخد نفس انت فكري في الاسترخة جاعة استرخي فكري في الاسترخاء غمض عينك فكري في الاسترخاء استرخي استرخي كمان زيلي استرخاء ناخد نفس ناخد نفس خامسة فكري في الاسترخاء استرخي غير استرخي كمان زيلي كمان استرخاء ثويل اكثر ثويل اكثر فكري في الخامسة وناخد نفس واربعة وناخد نفس وثلاثة وناخد نفس ها حسنتي واثنين وناخد نفس واحد وناخد نفس والآن أبقى تنامي حسينيك نايمة ريح نفسك ها حسنتي جميل جدا اوكي الآن أبقى ترجعي معايا تخيلي معايا رجعت معايا أنت في قناة السويس في بيتكم على البلكونة تخيلي المنظر الجميل هذا تخيلي البلكونة وفيها الشيش تخيلتي وصلتي هناك أعطيني إشارة من صباعك ها حسنتي شوفي راندة صغيرة راندة صغيرة شوفيها تخيليها تصوريها أنت شايفتها راندة صغيرة أمامك والشيش ومش قادرة تعدي شوفي النظرة هذه أي شيها تخيليها تصورتيها عشتيها تخولتيها أعطيني إشارة من صباعك ها حسنتي ناخد نفس شايف راندة صغيرة صغيرة خائفة شايفتها انتي شايفتها 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 أباكي تحضنيها ودلها ما تخافي أنا كبرت الآن أقدر أحميكي أنا كبرت الآن أقدر أحميكي أعطيني إشارة من صباحك يا السلام ناخد نفس الآن أنتي تكلمت مع رندة وضمتيها وحضنتيها وطمنتيها جميل أباكي ترجع معي الآن إلى رندة الكبيرة أباكي تحس في صدرك في هدوه في سكينة في طمعنينة في سكينة في صدرك خذي نفس أحسنتي أباكي تكلم من نفسك تقول لنفسك أنا سامحت نفسي على الماضي كله أنا سامحت نفسي على الماضي كله أنا مسامح نفسي على الماضي كله أحسنتي أنا مسامح الآخرين أنا مسامح كل الناس خذي نفس أباك تحسي الآن تفكري بي رندة جديدة رندة شخصية جديدة رندة شخصية جديدة رندة قوية فكري فيها حسي بالسعادة في صدرك حسيتي سعادة في صدرك أعطي لي شعارة يا السلام ناخد نفس راح أقولك واحد اثنين ثلاثة عندما تفتح حيوني كلك حيوية كلك نشاط رندة جديدة فكري فيها حسيتي فيها شعرت فيها أنت جاهزة الآن عندما تفتح حيوني كلك حيوية كلك نشاط جاهزة نفسك واحد اثنين ثلاثة بسم الله الرحمن كيف الحال تمام بسم الله الرحمن جادورك تتكلمين أنت تقدري تجلسي أحسنتي أحسنتي أتحبي توقافك جميل لا بس لا بس شكرا تسلام أحكي لنا تجربتك أوقفي أحكي لنا تجربتك إذا أحبيتك كيفك؟ اللي حصل كله اللي حصل كله اتفضلي ولا حسيت ان انا بعلم يعني ما روح طلوش من قبل كده يعني قريب من النوم بس فيه شوية من التحدي بينك وبين العقدة النفسية القديمة دي حس فعلا ان انا فعلا رجعت صغيرة ودخلت البلكونة تانية بس الدكتور ما شاء الله عليه يعني بيدعمني ادخل البلكونة تانية معني دي كان صعبة بالنسبة لي وانا صغيرة بس حس ان انا لو رحت دلوتي ممكن احاول ان انا ادخل تاني بس انت دلوتي حس باي ولا حس نفسي وفقة من نفسي اكتر من الاول وكأنك نمتي شوية ولا لا انا رحت فيها يعني يعني حسيت زي بقى عشما بتعملي بتختصي تحت المية ما بتسمعي شيء بتسمعي اللي انت حابة تسمعي بس حس ان انا كنت كده فعلا جسمك عمل ازاي الان حسيت ان انا ايدي منملة رجلي منملة يعني ملتخي ريلاكس اه اكي النفسية كيف شكرا جزيلا حمد لله مدام رندا طبعا مدام رندا طبعا مدام رندا طبعا لان احضرتك احضرتك اللي تعيشي احضرتك مهامرة بالنسبة لي فحاولتي ودخلتي معرفش لو كل الناس ممكن بالسهولة دي انها تقبل انها تعيش التجربة دي بس برافو واحنا طبعا هنتابع ونشوف وان شاء الله يكون و لا تنسى الوصفة العلاج اي مشي بشكرك دكتور زهير شكرا لكم شكرا لكم وطبعا هيبقى في مواضيع كتير اكيد ما هو الان لازم انه يختار موضوع ثاني استاذ باسم خلونا اذا 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 نختار موضوع ثاني فخلونا نختار شيء موضوع جعنا لانه اليوم اي 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 جاكي لهم الحالي جعنا لا لا وياه نختار موضوع اللي علاءة بالمطبخ انا نختار بنطلع الفاصل ونشوف بعد الفاصل شو نخبرنا مع المطبخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة